بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج أربعة أمور إذا كانت لديك فعلم بأن أمنياتك تتناقص ولا تتزايد أي أن الله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا فشيئا لا يستجيب لك بعد ذلك أربعة أمور تحرمك من الإجابة إجابة دعائك أربعة أمور تسلب منك التوفيق في استجابة الدعاء كما يقول علماؤنا الأعلام منها أولا أن ينسى الإنسان ذنوبه الماضية يعتبر نفسه معصوم يحاسب الناس على ماضيهم وهو لا يحاسب نفسه على ماضيه يتذكر فلان قبل عشر سنوات فعل معه كذا وهو لا يتذكر كم أساء للآخرين الله سبحانه وتعالى عادل فلا يرضى بذلك أبدا يسلب منك التوفيق في مسألة استجابة الدعاء بل إن الله سبحانه وتعالى لا يلتفت إليك بعد ذلك فإياك إياك إياك أن تذكر عيوب الآخرين الماضية سيئات الآخرين الماضية وتنسى نفسك وتنسى سيئاتك وأخطائك إن شغل بنفسك قدر الإمكان أعمل على تربية نفسك قدر الإمكان رحم الله إمرأة شغل نفسه بإصلاح نفسه ثانيا أن يستكثر القليل من عمله تعمل عملا صالحا بسيطا وفي لحظة الشدة تقول تستكثر على الله سبحانه وتعالى صلاتك وصيامك إلى غير ذلك والله سبحانه وتعالى لا يحب ذلك من عبده فيغلق عليك باب الإجابة وكذلك يسلب منك التوفيق النقطة الثالثة أن تقارن نفسك بمن هو أقل منك في الدين هذه مشكلة كبيرة تقول الحمد لله وشكر على الأقلان يا صلي الحمد لله وشكر على الأقلان ما أسوي هذا التصرف الخاطئ لا تنظر إلى من هو فوقك وهذا يجعلك تتراجع 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 حتى ترضى على نفسك والرضى على النفس من مكائد الشيطان يجعلك لا تتطور تتقدم في دينك لا تشعر باحتياجك إلى رضى الله سبحانه وتعالى وهذا ما ابتليت به الأمة كثيرا هنا الله سبحانه وتعالى يغلق عليك باب الإجابة كي ترجع إلى نفسك ويسلب منك التوفيق لا سمح الله في كذلك الإجابة الأمر الآخر وهو الرابع والأخير الإعجاب بالرأي عندما تعجب برأيك ودائما وأبدا تعتبر نفسك أنت دوما على صح البقية لا يفهمون البقية مخطئون وعندما تعرف الحق لا تتنازل له ويعني بمعنى تأخذك العزة بالإثم مشكلة كبيرة إذا كنت دوما معجبا برأيك كذلك الله سبحانه وتعالى يغلق عليك باب الإجابة كما جاء في الروايات ويسلب منك التوفيق في الإجابة كي تحاسب نفسك هذه النقاط الأربعة الله سبحانه وتعالى يجعلها بين يديك لكي ترجع إليها عز وجل فعليك أن لا تنسى ذنوب ماضيك وتتذكر فقط ذنوب الآخرين الماضية عليك أن لا تستكثر القليل من عملك على الله عز وجل فإن الله غني عن العباد وكذلك أن لا تقارن نفسك بمن هو أقل فتتراجع في الدين تتراجع حتى ترضى عن نفسك وهذا من مكائد الشيطان ثم كذلك أن تعجب برأيك وهذه مشكلة كبيرة جدا 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 اترك هذه الأمور الأربعة وسوف تجد الإجابة دائما والتوفيق دائما في حياتك في كل يوم برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليه السلام ترجمة نانسي قنقر